السلام عليكم ورحمة الله عزيزان أبطال الصف الثالث الابتدائي بدرس جديد من كتاب النشاط الوحدة الأولى بيج فور صفحة أربعة طبعا عندنا بهذا التمرين عفوا عندنا بهذه الصفحة تمرينيا مهمات اللي هو تمرين أي هذا هو تمرين أي وعدنا تمرين بي راح نجيب البداية على تمرين أي طيب بتمرين أي منطين هنا أفراد العائلة احنا سبق وأخذنا أفراد العائلة يعني العائلة من شنو تتكون من الجد والجدة والأب والأم والعم والخالة والأخ والأخت كل هذه أخذناها فيطلب من عندي يعني أربط الكلمات العائلة قسم ليهم إلى يعني إلى رجال ونساء يعني مذكر ومؤنث معاكسات سويهم يعني مذكر ومؤنث يعني مثلا أم أب أخ أخت عم خالة المذكر يعني الولد جد جدة بتعم ابن عم فهيتش راح نقسم كلمات العائلة فرح نجعل الكلمة الأولى بالنسبة للكلمة الأولى هي كلمة mother شنو يعني mother الماثر هي الأم الأم لازم عكسها الأب أو المؤنث مالتها الأب اللي هو الفاذر فإذا الرقم واحد راح نختار لها آخر كلمة كلمة father father يعني الأب فصارت mother father أب أم قسمناهم إلى مذكر ومؤنث أو رجال ونساء ننتقل للكلمة الثانية الكلمة الثانية عندي كلمة aunt الأنت يعني العم أو الخالة aunt أريد أقول خال أو عم أوكي وين الخال أو العم اللي هو كلمة uncle فرقم الثنين هنا الأنكل هو العم أو الخالة فصارت aunt عم uncle عم صارت man don't women يعني المذكر والمؤنث الأنكل هو مذكر والأنت يعني مؤنث ننتقل إلى الكلمة الثالثة الكلمة الثالثة هي cousin cousin هذه مرات تجي بمعنى تجي بمعنى ابن عم أو بتعم فاثنينات أوكي يعني الكزن نقدر نعتبرها ابن عم أو بتعم فراح نختار لها الرابعة فالكزن راح تصير three هذه cousin cousin هنا ابن عم بتعم زي نجي على grandfather هذه حالها ننتقل للخامسة اللي هي البراثر البراثر أخ لازم أختار لها أخت أخت يعني sister brother sister فصارت mother father aunt uncle cousin نفسها cousin grandfather grandmother brother sister تمام هذا طبعا مطلوب التمرين من عندي ولازم أحفظه أملاءه معنا ننتقل إلى تمرين B يقول لي write أكتب the words كلمات from activity A من نشاط A OK on the family tree OK هنا منطيني مجموعة من الصور لأفراد العائلة OK ويطلب من عندي أكتب تحت هذه الصور كلمات من هذا activity هذا activity أي يعني هذا صورة منه صورة الجد الجد هو أبو الأب أو أبو الأم شنو الجد بالانجليزي الجد هو grand father راح أكتبه هنا grand father grand grand father اللي هي هاي الكلمة فكلمة رقم كلمة رقم أربعة ركاي الكلمة راح نكتبها هنا الجد الجد هي grand mother وينها grand mother هاي grand mother هاي grand mother أكتبها هنا تمام الروح على father وين father father هي father هاي الكلمة أكتبها هنا تمام اللي بصفها كلمة mother وين mother father mother هاي الكلمة mother نكتبها وين كلمة mother نكتبها هذا الفراغ ننتقل إلى كلمة هذا العم العم وين هذا العم هيات العم نكتبها هنا آنكل 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 هاي الكلمة نكتبها أوكي نكتبها نايا هذه الكلمة زين العم هذه العم تمام هذه العم نكتبها هياتها الأنت ننتقل إلى هنا البراثر البراثر يعني أخ هياتها كلمة brother وين نكتبها وين السيستر هياتها وعدنا هنا الكازن الثنين هاتهم كازن ترجمة نانسي قنقر